اه شيء كويس. اه. تمام. احنا معنا مداخلة تانية دكتور مونا. اهلا بحضرتك دكتور مونا. اهلا بحضرتك. سلام عليكم. عليكم السلامة. انا الاول سلام عليكم الكابتن مؤمن والحضرتك. اهلا بحضرتك. اه بحب اشكر كابتن مؤمن صراحة على المبادرة الجميلة دي. ان هو عمل لنا موضوع الاونلاين ترينينج. اه. اه. فرق معنا وفرق مع الاولاد كويس جدا. اه. هو ما شاء الله عليه يعني يحاول يوصل بالاولاد لاعلى المستويات واحنا كمان قاعدين في البيت يعني. اه. 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 هو عمل كده فعلا وقدر يوصل الفكرة والقنطب ان احنا. ان احنا رياضيين واحنا قاعدين في البيت. خارج دكتور ايه? صيدلة. صيدلة. تمام. اه. اه. فالفكرة جميلة طبعا ونحب نشكره. انا معي ثلاث افطال عنده باكينام وياسمين وخالد. ما شاء الله كلهم معي يعني اه وصلين لمستويات حلوة. اه. احنا على طول بنشكره على المستوى الانتاني والشخصي بش رياضي بس فراحة يعني. فشكرا كافتن مؤمن. شكرا كافتن عيز. وشكرا لكل الاكاديمية يعني. اه. 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 تمام حضرتك يعني يعني كلمينا بقى يعني اكيد طبعا اه كدكتورة كمان فعرفة كويس او اهمية الرياضة يعني. اه طبعا طبعا. اه. هي الرياضة اصلا بترفع مستوى المناعة اصلا. هي مهمة عن مثل. اه. مجابهة اي فيروس ومجابهة اي مرض. طمام. وكا يعني كربة اه بيت برضو. يعني حضرتك طبيعة الاكل اللي بتقدميه للأسرة مهمة جدا وضرورية. طبعا. اي مدى بتهتمي بتقديم انواع معينة من الاكل بحيث انها ما تسببش اي ضرر للأسرة وتبعد عنهم حالة ازدياد الوزن اللي ممكن تحدث في الظروف الحالية. هو الاكل لازم عن مثل لازم يبقى هلسي. سواء احنا في الظروف دي او غير الظروف دي لازم الاكل يبقى هلسي لازم يبقى صحي لازم يبقى كله طبيعي ما يبقى فيه حاجات صناعية ما يبقى فيه حاجات موادرجة. الكلام ده كل لازم نبعد عنه عن مثلا. ده اسمه لايف استايل. اسلوب حياة عن مثلا. اه. مش عشان مجابه في الفيروس او حاجة. هل في الوقت الحالي حضرتك ملاحظة ان في يعني اه 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 نهم اكتر في الاكل? هو بس اه. ده ممكن. بكميات اكتر مثلا? ده نفسيا. ده حضرتك بقى موجود في الطب النفسي اسمه اللي هو ايه? اه اه اكل الاكتئاب. ان انت خلاص دخلين على مرحلة بس احنا لازم بقى طبعا نهون عنك. يعني هل حضرتك في بيتك بتقنني عملية الاكل ولا عملية مفتوحة كده اللي عايز اكتر. لا 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 انا بقول لحضرتك احنا رياضيين. اه. احنا موضوع الاكل ده لازم يبقى مقنن عنك. انا نحاول استفيد من كلام حضرتك لعشان اوجهه للاستادة للمشاهدين برضو يعني هتكبع اعتمار حايف دكتورة ومتخصصة يا. تمام. تمام. اه هو لازم طبعا احنا في البيت برضو يبقى الاكل بتاعنا صحي. ولازم ما ناكلش اه كميات كبيرة. لان بلاس ان احنا بناكل احنا قاعدين بش بنحرق الكلام ده كله. مم. فكل ده هيأثر على الصحة بعد ايه كده? هيأثر على المناعة بعد ايه كده. اه. اخبار الفسيخ ايه? نعم. اخبار الفسيخ ايه النهاردة? لا لا ما فيه. احنا قريدي من قبل اصلا الفيروس بش بنكله عمتا خالص الحمد لله. اه. لا ما فيه خالص. اه. احنا الاكل هي. هل ليكي تحفوزات فيما يتعلق بايه فوائده او اضراره? لا هو اصلا ما ليش فوائد هو اضرار كلها. اه. ما فيهوش فوائد خالص يعني. اه. مش مش مستحب غير ثم النتيم او من يعني بيه او من غيره مش مستحب خالص يعني. اه. ومحدش بينصح به ما اعتقدش ما فيس اي حد نصح باكله خالص يعني. تمام انا بشكر. اه هم حاجة السوايل والمية والرياضة على فكرة الرياضة دي مهمة جدا جدا جدا. واحب اكد شكري لكبس المؤمن على المبادرة الجميلة دي والترينينج اونلاين يعني. بشكر حضرتك وعذرين يعني استغليتك بقى تقول لنا معلومات قيمة. اه شكرا جزيلا الله حضرتك. مع السلامة. مع السلامة. اه طبعا قالت لنا معلومات مهمة وهي برضو كدكتورة صيدلانية فاكيد يعني لديها الكثير من المعلومات القيمة يعني. طيب اه اه نرجع تاني لمبادرة اه عيش رياضي. اه هل بتقوم بتنفذها بشكل اه مستمر بشكل دوري مثلا في الوقت الحالي? اه طبعا ما بطا يعني المبادرة بقى لها فترة كبير زي ما قلت لحضرتك ومش متوقف عليها. بس هي دلوقتي يعني اعتقد اه شأنها بقى اعلى. اه طبعا. اه. فرصة. يعني انا يعني انا قلت دي الفرصة الوحيدة بالوقتي ان الناس تبتلي تاخد من المحنة اللي موجودة منحة ويعيدوا تفكير في حياتهم. اه. ويمارسوا الرياضة ويعرفوا ان قيمة الرياضة كنز. اه. كنز. انا يعني احنا عايشين جسمينا ده ليه? جسمينا ده عشان نحافز عليه امانة في رائبتنا. اه. نقويه ونحاول. لعل هذا الوباء هو جرس انزار لينا كلنا في امور كثيرة في حياتنا. اه. بنمارسها بشكل خاطئ. اه. ده حقيقي. ده حقيقي. اه. ولازم نتثقف. يعني لازم عندنا ثقافة في جسمينا. اه. جسمي ده كنز. انا بقول جسمك كنز عليه. كنز. هو ده الصحة. يعني انت لو معاك فلوس. اه. معاك فلوس وجالك مرض. انت ممكن تدفع فلوسك كلها في المرض وفي الاخر برضو. اه. هتفضل عندك جزء منه موجود وهتعيش بيت حياتك. لان الحياة كلها عبارة عن وقت. رصيدك في الحياة وقت. اه. وهم حاجتين. الانسان بيبقى مفتقدهم او مشغول عنهم. الصحة والفراغ. اه. الصحة والوقت. اه. فالصحة والوقت دول المفروض يبقوا الاتنين مع بعض. الانسان واخد باله من وقته. بيعمله في وقته. بيسقف نفسه ازاي. بيمارس ازاي. لازم الواحد يعيد. اه حساباته تاني. اه. ويقسم وقته ويعرف ان حياته دي مش مجرد حياة رخيصة. لا دي غالية جدا. الشخص اللي عنده انشطة بيمارسها في حياته. حيعرف اوي ايه متل وقت. وحيعرف ان ما فيش حاجة اسمها اه انا عندي وقت فراغ. ما فيش حاجة اسمها وقت فراغ. بالاكس. اه. في حاجة واحد ما فكرش يملى وقته بالايجابيات. اه. تكاسل. تكاسل. والسوشال ميديا مليانة. خش خد معلومات زي ما انت عايز. دور. هتجيب اللي انت عايزه. تمام. معانا مداخلة تانية دكتور عبير. اه. اه. سلام عليكم. عليكم السلام. اه. اه. زي حضرتك اخبركي نخرج سعيد. اهلا بحضرتك وكل سمحك طيب. وحضرتك طيب. اهلا يا كابتن مؤمن. اهلا بحضرتك دكتور عبير. زي حضرتك تمام. الحمد لله. الله سلام. اه. كل سنة وحضرتك طيبين. وبلدنا فرحانة دايما كده يا ربي بقى عيادها واحتفالاتها. ان شاء الله. وده يدل دايما على الاستقرار الشامل على وحدة الشعب باسم الله ان شاء الله. اه طبعا اكيد كلنا دلوقتي يد واحدة. العالم كله ايد واحدة. اه طبعا اكيد. اكيد. اه. كنت عايزة بس اه نتكلم على الاجراءات الوقائية اللي لازم نتخذها واحنا موجودين. اهم حاجة ان احنا طبعا عدم الخروج من المنزل. اه قدر المستطاع. اه كمان اه انا عارفة انها طبعا صعب ان انا اقول اه تجنب الزيارات العائلية. انا عارفة ان ده طبعا عيد. والله يعني باستثناء الاعياد يعني بس برضو نحاول ان احنا نقلل. ننفذ المواطنين بالزبط ان احنا نلتزم بالبيت ونحافظ على صحتهم وامنهم. مش دلوتي اه اعرف حضرتك يعني في العالم كل دلوتي بيستخدموا وسائل الفيديو اه مثلا في بعض التطبيقات اللي ممكن ان هم يكلموا فيها اهلهم اقاربهم اصحابهم من خلال الانترنت. اه. اه. انا بس اللي كنت عايزة اكلم عليه في اليوم ده من ناحية الصحية. ان احنا عارفين ان الاسماك المملحة دي اللي هي الفيسيخ والرنجة. اه لسه كنت بتكلم اه مع دكتور مونع قبل حضرتك. اه. بالزبط فيها نسبة كبيرة جدا من الاملاح. فطبعا احنا بنخلي بالنا خاصة الناس اللي عندها امراض الضغط وامراض الالت والاوعية الدموية. دول هيخلوا بالهم جدا في الموضوع ده. اه. كمان عارفين ان هي ابتتعى بالجهاز الهضمي. اه. فبرضو على قدر الامكان ان احنا هناخد كمية معينة. هي ملهاش فعلا اي فوائد نهائي? خالص? هو ايوة طبعا ملهاش هي اي فوائد. اما الناس بتكونها ليه? كعادة. اه. كعادة واحتفال متعودين عليه. لكن مفيش اي قيمة غزائية او اي فايدة صحية منها. نسبة املاح كتير جدا. اه. نشيف فالناس اللي هتاخد هتاخد بل هبقى تاخد مية كتير جدا. لان المية لان الرنجة دي والاسماك المملحة فيها نسبة املاح. فالاملاح دي المية لما نشرب احنا مية كتير بتخلص الجسم منها عن طريق البول والعاق. واهم حاجة المصدر يا دكتور. مصدر الحاجة اللي احنا بناكلها. طبعا. 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 وكمان احنا عارفين طبعا دور المية خاصة في الايام اللي احنا فيها دي بتكون مهمة جدا في بتساعد على تدفق الدم المحمل بالاكسوجين لكل اعضاء الجسم. وخاصة الاعضاء اللي خاصة دايب المنظومة المناعية اللي احنا محتاجينها قوي في اليومين دول. دي حاجة مهمة. طبعا الناس اللي هتاكل ازا كنا هناكل غنجة احنا عارفين انها لازم هيبقى معاها الصلاة الخضر. بقى نوحها كلها. من الخاص للبصل للطماطم لكل الصلاة الخضر اللي احنا عارفين. احنا عارفين انها هي بتكون فيها خضروات. كل الخضروات دي بتكون فيها عناصر مقوية للجهاز المناعي. ومضادات اكساد. تمام. اه كمان يا ريت طبعا هناخد ايه? الفواكه. برضو الفواكه مهمة جدا. عشان فيها فيتامين سي واحنا محتاجينه جدا للجهاز المناعي. تمام ايه? هنبعد عالمشروبات الغازية لان قلنا هتتعبلنا الجهاز الهضم. هنستبدلها. ازا كنا كل المشروبات العشبية اللي احنا عارفين هقرفة نعناها ينسون. لان كل الحاجات بتكون دي مضادات طبيعية للفيروسات. وكل سنة انتم طيبين ويبقى يوم جميل علينا. بشكر حضرتك دكتور عبير شكرا على هذه المداخلة الجميلة. اه نعود مرة تانية. طبعا الحلقة كلها معلومات. دسمة. دسمة. اه ومن اطراف. انا حضرتك النهاردة مش بس صديفة. يعني معايا ضيوب تانين. هم يعني معارف حضرتك برضو. فآآ نرجع تاني للرياضة. انا عايز يعني تقول بالذات للاطفال والشباب اللي قاعدين في البيت دلوقتي فترات طويلة ما فيش دراسة ما فيش خروج. يعملوا ايه? لو في اي ملاحظات مهمة اي ارشادات مهمة ليهم ان هم يمرسوا الرياضة وهم قاعدين وآآ ولو هم طلاب في سنوية عامة مسلا او في شهادة دي عندهم تحانات ويعني ممكن لو حريك برضو تقول لنا. اه اه احنا نقسم نقسم الفئة نقسمها فئات عمرية. يعني خلينا اطفال آآ سن البلو وآآ فوق التلاتين وكبار كبار السن. اه طبعا كل آآ عمر سني دي تدريبات معينة. ليه بقى? لان الرياضة ممكن تتقلب ضدها لو انا زودت الحمل. اه. يعني برضو لازم في التدريب ما بقاش بزيادة الحمل وبقعدات كبيرة. لا انا ممكن يعني الناس الكبيرة او الكبار السن يعني انا انصحهم بالتمشيه. التمشيه نص ساعة مثلا. ما في الظروف الحالية حتى التمشيه دي بقى اصدرافاهية مش متاحة. في 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 البيت ممكن اه اشتغل تدريبات خفيفة جدا زي مثلا الجري في المكان. خفيف. اه اتحرك في مكان جنبات خفيفة. اه. حركات بسيطة هتساعدهم. حركات الايد. اه. في حركات بسيطة. اعتقد حتى يعني ست البيت اللي قادة في البيت. اه ممكن من خلال اعمال المنزل نفسها يعني. اه بس. يكون دا يعتبر برضو نشاط رياضي بتاقوم به الحركة من هنا الهنا. يعني اعتقد دا يعتبر برضو نوع من النشاط الرياضي. هو الاحلى بقى ان انا ممكن استخدم الادوات اللي عندي في البيت. اه. الرياضة. يعني ممكن استخدم ازاس الماية مسلا. ابتدى اشتغل بيها تدريبات الايداية الكتفي. اه. ودي موجودة. يعني لو حبوا يعملوا سيرشة عنها بموجودة. طب احنا معانا مدخلة اه استاذ اه. استاذ محمد. اه طيب. اه طيب. اه طيب. اه طيب. انا اقصد ان احنا عايزين كل افراد الاسرة تمارس الرياضة. وآآ وبرضو عايزين انهم يعرفوا ان الحركة في حد ذاتها رياضة. اه طبعا حركة في حد ذاتها الرياضة. اه. انما التكاسل اعاد ده مش رياضة. اه. يعني الناس قاعدة بفكر ان هي كده راحة دي راحة سلبية. اه. بتجيب امراض. اولا بتتعب النفسية. بيحصل له توطر. الرياضة بقى بتشير التوتر. اه. بتعالج النفسية. بتقوى الجهاز المناعة. اه بتعوده على العادات السليمة. يعني انا ما ينفعش بقى بيعب رياضة مثلا. واقعد ادخن كتير. او على الاقل الرياضة هتبتدي تعمل ايه. الناس المدخنين. هتبتدي تقلل عندهم نسبة تقول ان هو ايه. هيستخسر تعب اللي هو تعبه ده ومرس الرياضة. هاقعد ادخن. فهبتدي يقلل في التدخين. احنا بالعكس. ده احنا هنساعدهم على تقليل ده تدخين كمان. دي فرصة. فرصة لكل واحد انه هو يعدل من سلوكياته ويعيد حساباته. الاطفال مثلا. الاطفال اكتفتي اكتر من الكبار. اه. يقدروا يشتغلوا رياضة على فترة. يعني وقدت التفل مثلا قلتوا يشتغل مثلا عشرين عدد بطن. وعشر عدد اه ضهر. وخمسة ضغط. مثلا اربع مجموعات كل يوم. زي الفل نط الحبل. لعمار السنية بقى من اطفال لحد التلاتين. يبتديو نط الحبل. تمرين صغيرة نط الحبل. يعني اه مش محتاج مساحات كبيرة. تمرينات تقوية تحرك الرجلين تحرك الايدين. اه تمرينات سكويت. تمرينات بالعنك. كل دي تمرينات جميلة جدا يقدر اللاعب اشتغلها. هل بتعملوا يعني ال 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 رياضة اونلاين بتبقوا بالفيديو مسلا بتبقوا شايفين بعض وبتمارسوها بشكل جماعي. انا انا حسنا بنشوف بنشوف يعني اركسترا بتعظف حاليا بشكل متناغم كل واحد في مكانه لا ده بقى فيه بالوقتي افلام بتتعمل اونلاين ده بقى فيه مؤلفين بيقلفوا سيناريهات اونلاين مع بعض مجموعة ازاي بقى؟ يعني انا بالوقتي فاتح الموبايل عندي او اللاب الكاميرا بتاعتي جايباني انا عندي كل واحد برضو كل واحد من معايا في الميتنج بتاعي فاتحين معايا مثلا خمسة احنا كده بقينا ست كل واحد فينا شايف التاني شايفين بعض كلنا لكن انا مثلا اريد اشوف مثلا احمد بقى هدوس على احمد احمد هيزهر قدامي بس فانعزلت عن الباقي وبقى احمد قدامي بشوف التدريبات بيعمل ايه الحركات فبتشجع برضو لما يكون فيه يعني موضوع سهل وبسيط وجميل ومشجع اه جماعية في الموضوع طيب احنا معنا دكتور هادير سيف اهلا بحركة دكتور اهلا بحضرتك كل سلامت وطيبين كل سلام حركة طيبة اهلا بحضرتك طيبة اهزاي كابتل مؤمل الحمد لله الله سلامي اخبار حضرتك ايه الحمد لله بخير الله سلامي اه مايش يا كابتل ما احنا كنا عايزين المهارده حضرتك تعرفنا يعني طبعا الفترة دي كلنا قاعدين في البيت اهيه التمانين بقى المناسبة ويتناسب اي حد اصلاً مشرياذي خصوصاً السيدات اهلا بحضرتك تمام اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك ازاي حدرك? ازايك عاملك انت في سنة كام? بس انا قولها ابتدائي. قولها ابتدائي. عامل ايه بقى في الاعدا في البيت دي اه. اه. انا بطرب بلي اونداين. بتتطرب بلي اونداين. اه. فرحانة ولا بتضيع من الاعدا في البيت? لا انا ما بتضيع ازاي اني جن في الحالة. اه. بس بتستغلي وقتك بتستفيد من وقتك كويس? اه. بتعملي ايه بقى? بس احسن من انا لتستطيع احسن برضا انا مopher دربط مرة. يعني باخد حاجات سهلة قوي. اه. اسهل. عندك انشطة كتير بتعمليها? تقدر تعمل تمرين الاطفال? تقدر تعمل تمرين الاطفال? اه. تمام. ينفع كل الاطفال تعملها? تمام. شكرا لكي روجان وآه هنرد عليكي حالا. شكرا لك. شكرا لك. اه بتسأل بقى عن حاجة تخصها يعني. اه تدريب الاطفال تدريب جميلة سهلة وبسيطة. اه بس جاوب الاول على سؤال الدكتور. اه. اه. بيسألوا عن تدريبات خاصة بالسيدات. اه. اه. اه ممكن نشتغل تدريبات بسيطة جدا للسيدات. اه نشتغل مسلا اه تحركات خفيفة للرجلين. اه. اه تحركات للايدين خفيفة. زي دوران دورانات الايد. اه طبعا مش اقدر اعمل حركات بالوقتي. اه. لكن برضو التدريبات المعروضة على الشاشة عندهم. دي سهلة وبسيطة دي. التدريبات دي اطالات. لازم تتعامل الاول قبل التدريبات اللي العادية. ده تدريب بطن. يعني تدريب بطن ده انا مش ماسك حاجة في ايدي. لكن اقدر اربط حاجة في اه اه في اي حاجة قدامي. احنا محتاجين رياضة قد ايه تقريبا للشخص اللي قاعد في البيت دلوقتي. بس بيقعد فترات طويلة في البيت. محتاجين رياضة وتقديه كده. وهل بشكل يومي? يعني ممكن نخليها تلات ايام اربعة ايام بحد ادنى يعني. ما يقلش عن كده. لمدة قد ايه بقى في المعروضة. ساعة. ساعة كويس قوي. اه. يعني ساعة كويس قوي. طيب هل الافضل انها الساعة تكون على بعضها ولا انها تكون متوزعة يعني ربع في ربع في ربع في ربع في كده. ما هي هيبقى فيها فترات راح. اه. يعني ايه فترات راح يعني انا هعمل تمرين اربع مجموعات. اول مجموعة اخلصها. ادي مسلا عشر ثواني راح. اه. عشرين ثاني. واكمل. طيب خلصت التمرين بتاعي. المجموعة يعني المجموعات بتاع التمرين بتاعي. اشتغل تمرين تاني. احنا عاجزين الناس المرسل يوضة كل يوم. صح كده. كل يوم. كل يوم. مش هنقول بقى تلات ايام ده لما بحد بيروح الجيم. لكن دلوقتي في الظروف الحالية. ايه ما نص ساعة. نص ساعة. نص ساعة كل يوم. اه نص ساعة كافية. طيب. ولو توزعوا ربع ساعة صبح. مثلا ربع ساعة. مثلا فى المساء. تبقى كويس. ايه اصلح لنا النص ساعة يا نعم لنا. نعم لنا شوية احمقات. اه. هتاخد بتحويلة ربع ساعة خمستاشر دقيقة. اه. تمام. والخمستاشر دقيقة التانيين. آلما يشتغل بطن ضغر ضغط. اه. تدريبات للرجلين. اسكوات. كلام ده كله. اه. مع فترات الراح بشاقة يعني. طب. اه. لو فيه ناس عايزة تستفيد اكتر. واتطور اكتر. ايه الادوات الرياضية الاساسية اللي المفترض انها يكون موجودة عنده؟ يعني ممكن نقول مثلا مكان يكون وسع شوية حتى لو يعني عقد ما تقدر حصل بمساحات في البيت يكون معي حبل قنط الحبل لو عندي دمبلز بس ما يكونش فيه جران تحتيج بس اه بتضع لو ما فيش دمبلز ممكن يبقى فيه زازة مية عادي قبل زازة مية واشتغل بيها ممكن يبقى فيه استك اللي هو استك الرياضي ده موجود يعني دروي جموه سهل جدا اشتغل بيه تحركات اليد اللي هو ممكن احطه في رجل فيه قوائم كده احيانا ممكن مثلا بتتحط في البيوت والله حتى لو ما فيش ممكن اشتغل بيدي ورجلي يعني احط الاستك في رجلي وبتدي اشد بيدي كأنه محطوط في حاجة مش لازم ادوات رياضية كتير وانا هرزلهم فيديوهات خاصة بالموضوع ده بس برضو يعني زي ما قلت الحقيقي وجود الحاجة قدامنا بتشجعنا يعني لو فيه حتى ادوات رياضية بسيطة منزلية هتشجع وبرضو ومش بس كده تنظيم الوقت زي مسلا لو حضرتك عندك مكتبة في البيت وموجودة مجرد انها موجودة مع الوقت هتلاقي نفسك عايز تروح عايز اعمل اولويات يعني عايز اقول ايه ان الساعة دي رياضة مفيش هو رياض كأنه عمل اه وممكن يمرسوها بشكل جماعي من خلال الانترنت وممكن مع الاسرة ممكن ممكن ده مع الاسرة تبقى افضل وتبقى الموسيقى ضرورية في الرياضة تبقى اجمل اه حمسية هل بتستخدم الموسيقى في الرياضة؟ احيانا 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 عشان بتدي اخدناها ضرورية لانها بتدي لك الرتم اللي تمشي علي اه لان الجزء العصري بيتأثر بالاقعات الخارجية فبتديني اقع فبتحمسني بتديني التحمق بتخليني متحمس غير اللي منشغلش بقى موسيقى صلوة يعني مليش خلدي انشغل الصلوة لا لا الموسيقى اللي هي مسلا ممكن انها تستفيد منها من الرتم بتاعها انك انت بتعمل الحركات يعني بسينك معين كده بالزبط وانا تجنب برضو بعض الحاجات المهمة يعني ملعبش رياضة وانا مش واكل فترات كبيرة يعني انا بقى الصح من النوم وقعد تلات اربعة ساعات مكالة تشعر حمارس رياضة وملعبش رياضة كتير يحصل لهبوط وملعبش رياضة لا ازياد من اللازم اه مال وملعبش رياضة وانا واكل على طول اه لازم اكون بعدها بساعة ساعتين تمام وبردو بأكد على ان حتى الحركة في البيت مهمة جدا الانتقال من مكان لمكان جدا التنظيف انك تستخدم حاجة مسحة عشان تنظف مهدي مهدي حركة رياضة بالزبط بالزبط يعني يعني القوم اللي تستخدم مسحة مثلا او مكنسة او اي حاجة مهدي رياضة السبب مكنسة استخدم عاش اه اتعب نفسي يعني يعني مستسهلش باش نستخدم وسائل تخنجها اللي بتسهل الدنيا ده بنستخدمها عشان خاطر الواقس في حاجات ممكن نمارسها على الواقف او على الماشي يعني الطالب اللي بيذاكر ممكن يذاكر هو بتحرك مش لازل نوعية اه ممكن الطالب هو بيذاكر بنتي يشتغل اطالاته بنتي شوية حاجات كده سؤال برضو روجان عشان الاطفال روجان روجان جميل روجان التدريبات يا روجان اللي احنا بنعملها في البيت انت تحركي جنبات عادي وبنتي تحركي رجليك اي نوع جنبات خفيف اه بعدي بس نفسر برضو للاطفال الجنبات يعني ايه الجنبات يعني الواسب العالي يعني النط على الارض برجلي الاتنين بتدري على نط بشكل متوازي ممكن بعد كده حرك رجلي ابدل يمين وشمال لقدام اه فتح وضم رجلي اه كروس معصات يعني بتدري الشغل اطالات اه اضغط بايدي التحت ووفر دروجباتي اضغط لورا بضهري حرك وسط يمين وشمال حرك ايدي دائرية للامام والخلف اه احرك لقبتي سلو موشن خفيف يمين وشمال السرعة برضو غلط اه شوية التدريبات هو لو دخلوا انسب وقت لممارسة الرياضة يعني اه ولا الموضوع في اي وقت لا هو انسب وقت لممارسة الرياضة اه انا بفضل يعني انا بفضل يكون صباح اه يكون الجسم لكل الاعمار اه عشان ابدأ يومي دورة دمائية بتاعتي اه كويسة ناشط ما بقاش جسمي فيه خمور تمام طبعا في برضو ناس كتير تحت الظروف الحالية اه النوم بياخدها طبيعي اه بيناموا ساعات اطول من المعتاد يعني اه اه ممكن تلاقي مثلا شخص اه صاحي عادي وفجأة تلاقيه عايز ينام في حين انه في الوقت ده في اللحظة دي اللي هو عايز ينام مع انه واخد كفايته من النوم لو قام وعمل اي نشاط رياضي بسيط حيلاقي نفسه فاق ما هي غالبا مش انه هو ينام تاني غالبا بنتي بقى بعد الاكل يعني عشان خطر الدم بكله بيبقى ناحية المعدة عشان يحسن عملية هضن فبيحصل له عملية خمول اه فانا عنصحه انه هو ما ي لا يقعد شوية حوال ما تنامشي ومارس رياضة والنوم بدري شيء مهم جدا 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 وعدد الساعات ما تقلش عن ستة تمن ساعات اهم حاجة تمام اه دكتور ايمان حالو اهلا بحضرتك مساء الخير مساء الخير اي فاني مساء النور يا فاني اه انا كنت عايزة اقول لكم كل سنو انتم تعيجين بمناسبة الاعياد الموجودة بالوقت كل سنو حيكت طيبة اعياد الاخوة المسلحين ورمضان ان شاء الله داخل علينا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله سنو حيكت طيبة ان شاء الله يا فاني دموا حضرتك بخير اه وكنت عايزة تكلم على على موضوع الكورونا ازاي الناس تعمل احتياطاته يعني اول جهاز المناع يتفعهم اها تمام فضالي ممكن ان هم يعني يشربوا مية كثير ثمن كبات مية في اليوم وفي اه اكل معين دي يكون بيعمل طاقة زي الحبوب الكاملة والحاجات دي والقلبان وكده وطبعا ممثل الرياضة يعني اكيد تمام وطبعا التقليل من الاكل برضو اه التقليل من الاكل اكيد ما يعني يسوي اكل صحي اكتر يعني ما لاش السكريات والنشويات يعني اكتر الاكل اللي هو الصحي الخضار والفاكهة وكده اه وفي اه دوايين كويسين اوي لو الناس يعني اه تاخدهم باول مناعة حاجة اسمها برونكوباكسل ده مناسب من عمر في التشهر للاصفال بيبقى كيس بيتفرق في عصير او مية لمدة عشر تيم اه في الشنف اه والدواي تاني اسمه اميو جارد بس ده بدون اي شيء كده بدون اي استشارة طبية اه لا المهو ده بيتخد من على ال او تي سي براجز يعني حاجة تبقى منعرفة عادي مفاش مشكلة اه 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 وياخدوا اه اه فيتامين تي اه اه بس فدي حاجة المهمة جدا انها تتاخد في ال يعني عشان تقوي المناعة عشان الكورونا وكده اه وطبعا الناس تنتزم بالبيت اكتر يعني ما ينزلوش ما يتقابلوش كتير ما يروحوش اناكن والزحمة اه يستموا بموضوع الكمامة جدا لان هي اكتر حاجة تتنقل عن طريق الرزاز وكده اه اه بس كنت عايزة اقول ان الناس يعني اه 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 اناكن يعني الجنود دلوقتي اختلفت اه في الوقت العالي باهم يعني في المقدمة في الصدارة الجيوش البيضاء زي ما بيقول هم طبعا موجودين طول الوقت بس احنا مش حاسين بدورهم قوي غير طبعا اه هم وقتهم دلوقتي طبعا يعني اه 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 يعني وخاصة عن الصيدلة لان هم بيقفوا في الصيدليات دون اي حماية اي حاجة اه وطبعا شغالين طول الوقت برضو اه اه موشغلين كل وقت وبيوفروا الادوان النقصة كلها واه وااا بيشتغل ممكن طبعا كل شكرا اكيد لكل الناس اللي موجودة حاليا في الصدارة اه في مواجهة هذا اه الوباء بشكر حضرتك شكرا يا فاند شكرا لك دكتور ايمان شكرا جزيلا لحضرتك كلمة اخيرة تقولها قبل ما نختب كلمة اخيرة بكل سنة وانتو طيبين اه اخوة الاجباط واي كل سنة وانتو طيبين اخوة مسلمين اه ان شاء الله بقدوم شهر رمضان المبارك. وان شاء الله الازمة هتزول بازن الله. خلوا بالكم من نفسكم. وما تروش نفسكم. ومتوقلوا على الله. وساعدوا بعض وبالتكاتف كل شيء هيعدي. وما تحملوش هم حاجة. ان شاء الله خير تفقلوا خيرا تجدوها خيرا كل سنة وانت طيبين. اه بشكرك في اختيام الحلقة كابتن مؤمن كمال لمدرب كاراتيه. شكرا جزيلا على حضرتك. بشكر حضرتك. وبشكر الجيش اللا بيض زي ما قالت دكتور ايمان. اه. ان يدول في المقدمة. اه اكيد طبعا كل شكر لكل حد اه واقف في مواجهة هذا اه الوباء وبيساعد الناس وبيعرض نفسه للخطر من اجل الصالح اه العام. اه طبعا هما بيحربوا يعني الجنود دلوقتي اختلفت الجنود دلوقتي اللي في الصدارة هما الاطباء هما الممرضات هما اه اي حد اه له علاقة برعاية اه الصحية. اه بشكر حضرتك ومشاهدين الكرامي انا اعتقد في هذا اليوم كنا محتاجين لمجموعة من الارشادات الهمة في كيفية التعامل مع اه نظام الاكل وشددنا طبعا كتير على اهمية ممارسة الرياضة اه بشكل يومي الرياضة للجميع الرياضة حتى في المنزل حتى في ابسط الاشياء مش محتاجين ان احنا اه يعني يكون عندنا ادوات رياضية كتير مش محتاجين ان احنا اه يكون فيه ممارسة في الخارج ممكن من خلال ابسط الاشياء في المنزل واستغلال بعض المساحات لممارسة الرياضة حتى في الحركة في اه اه الذهاب والاياب داخل المنزل فكل دي امور ايضا متعلقة بالرياضة نهتم بيها ونهتم بالتغذية اه لان طبعا دي كلها امور لها علاقة بتقوية جهاز اه المناعة وباذن الله اه نتمنى ان يعني تزول هذه اه الغمة اه قريبا باذن الله و اه يختفي هذا اه الوباء اه العالمي و اه نعود الى حياتنا اه المعهودة دمتم في امان شكرا